اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والتعايش السلمي باعتبارها ركائز اساسية نحو تعزيز التنمية المستدامة بابعادها المختلفة واكد سعادة وزير الشؤون العلام ان مملكة البحرين حققت العديد من الانجازات التنموية والحضارية في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهد البلاد المفدى ايده الله ما عزز من مكاناتها العالمية المرموقة ضمن الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة مشيرا سعادته الى ان تميز البحرين في خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وريادتها في احترام حقوق الانسان وتمكين المرأة والشباب وانجازها الاهداف الانمائية للالفية قبل موعدها عام 2015 تعد قصة نجاح نفتخر بها ونسعى دائما للبناء عليها لمزيد من التطور والازدهار كما اشار سعادة وزير الشؤون العلامة الى ان هذا المؤتمر يكتسب اهمية كبرى بالنظر الى انعقاده في ظل ظروف وتحديات عديدة تواجه منطقتنا العربية وفي مقدمتها تصاعد التطرف والارهاب والتوترات السياسية والامنية الاقليمية والدولية وما تمثله من تهديدات لامننا واستقرارنا متمنيا لأعمال المؤتمر كل التوفيق والنجاح في الخروج بتوصيات من شأنها دفع عجلة الاصلاح والتحديث والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولنا وشعوب العربية